التبرك ببور الابل وبالمجاري والطب النبوي وامور كثيرة في حاجة الى الحديث عنها هو ده موضوع حلقة من النار استاذ المشاهدين اهلا بكم يعني اه ونحن في قمة الاسف ان احنا نجد في ظل هذا العصر يعني التعليم الجامعي في مصر اه بتخطى يعني اه ربع المجتمع نسبة كبيرة جدا عندنا خمسين جامعة الاول الان بين خمسة وعشرين جامعة اه حكومية وخمسة وعشرين جامعة اه خاصة مفيش مجتمع ريفي الان بالعكس ندر نقول ان المجتمع ريفي في ظل الرغبة في الصعود الاجتماعي هما الاكثر اقبالا على التعليم الجامعي ونجد ان هناك ما يسمى التبرك ببلعة مجاري مش عارف احد المدن ملديد اتكو ملديد اتكو تاني عارفها اكبر نسبة تفوق واكبر نسبة جامعيين واكبر ناس نسبة ناس عندهم دا كترة في الجامعات هي اتكو كان زماننا دايما متفوقين بتوع اتكو وهما اللي بحصلوا على المركز الاولى وهما اللي بتعانيهم محودين اه ونفاجأ ان ناس اه بتتبرك بالمجاري بلعت مجاري بتأتي الناس للشفاء وعشان الواد ينجح يغطصوه في المجاري وعشان بتتتجوز يغطصوه في المجاري ويعني يعني خطوه على اجسادهم اه للشفاء من الامراض الى هذا المستوى من انحطاط الفكري وصله ليه لان فيه عقلية دينية بتقولهم التبرك بالبعير الحديث اللي هم مازالوا حتى الان يقولك التبرك بالمحرم ويقولك الحديث طبعا اتنا قنابلك كده بتبرك عينيين اللي هو حديث باشع اصلا بيدعي ان الاسول اه ابض على عينيين دول و وسمل عيونهم بالمصامير المحهمية وقطع ايديهم واركولهم وطرقوهم يستسقون فلا يسقون كان بداية الموضوع انه هو قال لهم روحوا للقبل وهم يعني صفطاني وشاين يناكلوا فقال لهم وشربوا لبنها وبلها فاعتبروه ايه طب وبقى يدعي كمان للأسف الشديد للشيوخ اه دا مش عارف فيه اه مش عارف مركز علمي ايه وبحث علمي اثبت ان بول مش عارف اللي قبل في ايه وبياشف من ايه وامراض ايه والكبد ايه والسرطان ايه وحط اللي هو عايزه وينسي الموضوع لمجلات علمية معتمدة كما يدعون ولكن حد الشيء راجع وراه يقولوا هزا الكلام على اه المنابر وتلاقي دا كاترة الجامعة والمهندسين واطباء رحيم فيها انا بيتبلكوا يتبركوا بجرور القبل واشربوه فاهمينه وحش من الكيلة وفايروس دي وما شبه ذلك يعني ايه عقل هزا وطبعا انا كان عندنا الدراما المصرية زمان اه لما عملت انديل ومهاشم وفكرة ان هما ازاي زيت الانديل اللي هو من الاطران والبوائب بتاعت الجاز والاحتراق بتاع الجاز عشان يشعل المسجد يعني او يضيق المسجد بيتصرب بينه بيتبقى بايدنه باقي زيت وشحم ومود كلها سمة وازاي ان هو انديل ومهاشم كانوا بياخدوا منه قطرات ويحاولوا يشفي العيون وكلام منه وطبعا كان الناس بتتعامي وطبعا قصة الايام بتاع التحصيل برضو ازاي كانوا بيقولوا يعني ايه زي بيسموه يعني دكتور الصحة اللي هو يعني عنده حاجات بدائية وكلام من ده ومكونات وحاول يشفي تحصيل وتعامى تحصيل كما تقول الرواية يعني كان مجرد انه عنده مرد في عينيه والاسف الشديد تم علاجه بشكل خاطئ فزهب نور عينيه واصبح تحصيل اعمى او ضرير يعني ربما عندنا امور يعني ربما تكون مش عقلية بس نقبلها يعني عندنا مثلا على سبيل المثال الناس بتتبرك بالموالد مولد السيدة زينب مولد السيد البدوي مولد الدسوئي عندنا 300 مقام وفي النهاية انا بشوفه انه هو رغم النهاية يعني ربما امور غير عقلانية ولكنها مفيدة اجتماعيا ليه واحدة مثلا والله بتقول له ايبني نجح لو بدتي اتفكت عنوستها وتجوزت انا حد بحخروف حوزع لحمة على السيدة حوزع لحمة على الحسين حوزع لحمة مش عارف على سيدي ناوي الدسوئي فده بيبقى خير وبركة ناس فوق وراء عيني بتروح الموالد دي ففيش جوح في مصر يعني يكفي ان الناس الجعانة تتردد على هذه الموالد وتعرف موعدها وربما يأكلون لحوم اكثر من البشر العاديين في الطبق المتوسط ليه لان دايما في ناس عندها معتقدات هذه المعتقدات قبلناها عقليا ما قبلناش عقليا ولكن نقدر نقول انها مفيدة اجتماعيا بتعمل نوع من انواع اللي يعني اللي يسمو ايه يعني تعاون نوع من انواع التكافل نوع من انواع التكامل فبشكل او باخر المجتمع بيكفر بعضه عن طريق هزي الايه المعتقدات اللي هم ربما تكون غير ايه غير عقلاني هيضا معتقدات يعني من ضمن الفكاهة يعني يقول لك يكنس السيدة لما حد مثلا يتظلم المدير ويتظلم مش عارف من اه من حد في العائلة وكلامين ده ففيه معتقد يقول لك نكنس عليه السيدة برضو هذا الامر وان كان غير خلانه ولكن ربما يكون ايجابي لان لو ولو عمموها على كل المساجد فالمساجد كلها هتنضف اهوا بيكنسة الايه بيكنسة السيدة ده النهاردة عايز يكنسها على فلان ده النهاردة عايز يكنسها على العيلان فحتفضل الصيدة نظيفة ولو عمموها بقى على بيئة المساجد حتى بحقق مصر كلها نظيف لان المظلومين كتير واللي عايزين يكنسهم الجوامع والمساجد كتير فده برضو شيء ايجابي انما الكلام بقى عن التبرج ببول النبي او التبرج بمجاري ده والادعاء بقى اني مش عارف مجالة علمية قالت ولا بحث علمي قال ولا دراسة علمية قالت زي بيتحققوا على الناس المنابر ده كلام فارغ طبعا لان هو البول ده بقى سموم الانسان مجرد انه الكلا لا تعمل جيدا الكلة سواء في الحيوان او في الانسان دورها ومهمتها انه تخرج سموم الجسم الطعام بيطلع اشياء مفيدة فيتامينات ويمتصها الجسم واستفيد بها وتفضل سموم بيخرجها الجسم عن طريق الاخراج سواء بقى البول او البراز انما انت بقى تحاول تدعي ان هزي السموم ان لو الانسان الكلة ما عملتش في شكل جيد وبقت فيها زي السموم بيموت عطول ويزاك بيبقى فيه موضوع زرع الكلة او الكلة اللي تعمل بكفاءة او ما يسمى الغسيري الكلوي اللي هو ربما جزء جبير جدا من المصريين بيدخلوا فيه بسبب ان الملاوسات اكثر ومشابه زيني وموضوع بقى الطب النموي او انه هناك فيه طب النموي ده كلا نفارر قال الرسول مارس الطب البداي اللي كان موجود في عصر ولازم يقول انه هو كان بداي ليه لانه كان فيه حضرات تانية عندها طب متقدم سواء الامبراطورية الرومانية الكبيرة الامبراطورية الفارسية الكبيرة مصر العظيمة كل ده كانوا عندهم طب مدون ما هو دايما بقى فيه تدوين الطب التراكمي انما الطب اللي كان موجود في الجزيرة العربية طب شفاهي فالطب الشفاهي بتوع منه حاجات دايما لانه بتبقى خبارات متراكمة بتلاقيه بالشفاهة وكان طب يعني في النهاية اه يعني جزء منه ممكن يكون صحيح وجزء منه يكون يزبط فشله بعد ذلك ولكن ما نقدرش نقول انه هو الطب المدون كان اقل يعني كفاء لأ الطب المدون سواء في في الدولة الفينقية زمان حضارة الفينقية والحضارة المصرية القديمة او حتى الامبراطورية الرومانية ليه لان الاغنية دايما عايزين طب هو عنده جوان كتير عايز يمارس الجنس بكفاءة عايز يبقى صحة جيدة عايز يبقى تفورسان بتوعه بشكل جيد فعايز طب هو بيصرف عليه ولما الدولة الاسلامية حضارة اسلامية كبيرة اه تكونت واصبح الخليفة ده عنده اه الف جارية فهو عايز ياكل بنهم وما يقصرش على جسمه وعايز يمارس الجنس بنهم وما يقصرش على صحته فعايز يصرف على الطب عشان ينتجوله حاجات تحافظ على اليقته الجسمانية والبدنية وكمان تحافظ على اليقته الجنسية فكانوا بيصرفه على الطب فهو طلع بقى في بغداد ابن سينة وطلع ابن النفيس بعد كده وطلع طباء ليه للي فيه رعاية للطب وتدوين ونشر الافكار وابحاث علمية ويجربوا على البشرة ما فيش مشكلة ما كانش عندهم ايه القيود اللي موجودة دلوقتي جرب يعمل الدواء ده على البشرة شوفها يعمل ايه وبعد كده ايه دونه وسجله ويزبط كفاعته والناس الغلابين عندهمش مشكلة اه فالطب اللي موجود يعني ربما كان طب لانه زي عندنا عطارين دلوقتي في مصر لأسف الشديد الطبقة الفقيرة والطبقة المتوسطة ربما ما عنداش رفاهية انها يذهبوا للطبيب فهي سواء بيروح للصيدرة بيروح للعطار وما ننساش في الفترة القديمة كان ننتشر قوي بقى موضوع الطباء العطارة اللي كانوا بتلعوا على الشاشات يقولوا وصفات بالعطارة لكل الايه لكل الامراض وربما جزء منها صحيح نتجرب ان عناب بيعمل ايه العناب بيرفع الضغط ده بيقلي الضغط مش عارف يعني دين بتكون متجربة يعني ما هاش مشكلة ولكن هو ما تقدرش تقولي ان هو الطب الفائق يعني حتى طب العطارة ده اللي هو متاخد بالخبرة وبعدهم ربما تسجلوا مرسوا الناس وجربوه وتداول عليه للبشر يعني تباعا وثبت انها بيعمل كذا وان مش عارف المشروب الفلاني بيعمل كذا والناس كلها بتتداول ب هذا الشكل عارفين اللي بيرفع الضغط واللي بيقلي الضغط وبيستخدموه واللي بيهدي البط وبيهدي المعنى بيستخدموه العطارة وبعدهم ان ما عندهمش رفاهية الزب للايه للأطباء وصلنا بيكون موضوع ايه بسيط مجرد ما غص مجرد مش عارف ارتفاع في الضغط مش عارف السكر ايه الدم ايه ما فيش مشكلة بس برضو ما تسندرشت الشاشات ويغطع طب الطبيعي ده بيعالج زي ما قلنا الطبقة اللي ما عندهاش القدرة والكفاءة اللي ما تذهب للايه للدكتور وهذا مقبول في الامور الايه البسيطة مش امور الجراحية كان زمان بقى برضو اللي كان موجود ايام اللي هو كده يعني اللي كان موضوع الحجامة عشان لم يحس النوع من العضغط الدم او ممكن ربما يكون كان مناسب لعصره انما ده ما ينفعش انه يكون هو الاساس ونلاقي كل الناس يعيني بتروح تعمل حجامة اصدقاءنا بيعاملوا كده عنده كذا يا ابني حجامة ايه بتاع الدينية ضايرت وربما يكون الحاجات دي بيمارسها طبعا بعض الهواة يعني بيبارسها بعض الهواة وما عندهمش معرفها بالطب بشكل جيد فلا الموضوع ما يبقاش كده قفل امور بسيطة المغسل لحاجات زي كده تحاول انما لما المورة تتطور وتحس النساء ما تعليقش القلم لا لازم بقى دلوقتي فيه نتكلم عن اشاعات نتكلم عن منظار نتكلم عن تطور الطب عشان يعرف المرض الحقيقي قاروا بابا الاطفال الصغيرين بيجي لهم برد بيجي لهم بإسهال بيجي لهم نساك فايه الناس بيتدويهم بالعشاب ومعشابها زي كلمة بمقومة بسيطة الامور تتطورت عن كده يبقى لازم نشوف الطب الحديث وزي ما قلنا برضو ده بالنسبة للطبقة اللي ما عندهاش رفاهية انه ودي الطفل كل يوم للايه آآ للأطباء فالدعاء بالتبرك بالمجاري او التبرك بقول النبي وان هو بيعالج الكلة والدعاء لانه اقاب فيها وقرأت في كتاب كذا يعني ادعاء السخافة والدعاء الفكر والدعاء العلم ده بيعاملوش شيوخ لأسف الشديد يدعو انه في بحث علمي يعني ده بقول البعير بيش في الكلة او بيش في السرطان يعني اي حاجة با في الدماء ما حدش رجع براها لا فاذا نصل المجتمع على المفروض مسقف التبرك بالمجاري والتبرك بقول البعير او الدعاء انه فيه طب نموي هذا امر يعني لابد أن نعقل والمفكر وده اللي بيبعدنا عن العقل مسافات لابد ان نحيط بشكل او باخر فكرة دي هلاوز دينية مش الدين حقيق الدين حقيق زي ما قلنا تنمية روحية الدعاء بقى ان فيه طب وفيه فيزياء وفيه كيميا هذا الكلام يكلس العقل والاسف الشديد لما يقوله اطباء بس عشان هم متدينين شوية فشايفين ربما الطب ده افضل من الطب اللي هو بيدرسه في الجامعة اطباء هم هندسين كانوا بيعملوا حجامة وبيعملوا هزي الأمور وبينصحوا بقول البعيب وحاجة زي كده فالناس باتلاقي دكتور بينصح بقول البعيب بقى ده خلاص يعني الموضوع ده مصدق لا لابد وقف في هزي الأمور ولابد الدولة تتدخن وفيش عشان يسمعها حد يتبرك بقول المجالي او بيبلع في مجتمع مسقق ما فيش قرية في مصر ده وقت ما فيهاش عدد كبير من الطلبة الجامعية يعني وعلى أقل تعليم سنة وعلى أقل تعليم فني العكس القرى أكسر بيهوا أكسر حصة على التعليم فإزاي يحصل تحتوى هزي الأمور في زل هذا العقل يبقى عندنا بحسة علم حقيقي يبقى عندنا إنتاج حقيقي ما زلنا حتى الآن للأسف الشديد يعني استورد الدواء استورد الغذاء حتى الزراعة اللي احنا بلد زراعية للأسف الشديد تكنولوجيا الزراعة الحديثة التي جايبينها من إسرائيل أو التي جايبينها من دولة غربية يعني حاجة مؤسفة حاجة مؤسفة أن مصر تبقى في هذا المستوى لازم ننتج دواء نعمل أبحاث علمية والمفضل عندنا مراكز بس تدعم بشكل أكبر ننتج دواءنا ننتج غذاءنا نطور الزراعة بتاعتنا بالعلم مش بالهلاوس الدينية والإدعاءات أن القرآن كتاب فيزياء أو كتاب كيميا أو أن هناك طب نبع لابد أن نترك كل هذا وراءنا ونهتمل بالعلم الحديث والبحث العلمي وهو ده المستقبل إنما الهلاوس اللي بتغيب العقل مرفوضة في ظل هذا العصر وهو ده موضوع حياتنا النهاردة لا أعجبكم الفيديو شاهدوا في القناة مش مشترك وضايك الفيديو عشان يصل لعدد الأجواء من الناس شكرا جزيلا لهم كمانا في حلقات لاحق شكرا جزيلا